السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي معاكم علاء عامر. يا رب تكونوا جميعا بخير وفقتا مسحة يا رب العالمين. طبعا يعني كل يوم بنقرب اكتر واكتر على رمضان. اللهم يبلغنا رمضان. الواحد كده والله بيفرح جدا جدا لما يحس ان الخلاص الوقت بيجري. وخلاص يعني قدامنا شهر وكم يوم مش اكتر. فيا رب كده يعيد علينا الايام بخير. واحنا بخير وانتو بخير وكل حباييكم وقصرتكم يا رب. النهاردة كان معادي مع الدكتور. آآ زيارة يعني الدورية بتاعة الدكتور او متابعة الحمل. بس آآ انا كان معادي معادي تقريبا من كم يوم اكتر. بس عشان يعني كنت منتظرة زوجي اخد اجازة فبختار اقرب معادي يناسب الاتنين. المهم النهاردة آآ دخلت الحمام كده آآ ببقى الصبح بصحبادري بصراحة باخصلوش باي حاجة. عشان آآ لو قعدت بقى احانتف وامسك الغسول ومش عارف ايه وكده ده هاخد وقت كبير قوي من يومي. فبحاول انجز بسرعة عشان الولاد والمدرسة والاكل والحاجات دي. ولما برجع بقى بشوف اللي وراية ايه وفي النفس الوقت ببدأ اهتم بنفسي. قدر المستطاع يعني مش باخد وقت كبير ليا بس يعني على الاقل لازم يكون فيه بتاع عشر دقايق ولا خمس دقايق كده. اعمل فيهم اي حاجة. المهم بدخلت الحمام عشان آآ يعني بحب اخصل الحوض والحاجات القريبة من الايدي او نستخدمها على طول. وقلت اخسل وشي نهاردة بالغسول الهندي اللي انتو شفته في ايدي ده هو غسول آآ كنت اجابها من فتحالة كان عليه عرض نص التمن من كم شهر فاته كتير يعني. هو لسه عايش ما شاء الله يعني في كتير وبعدين هو بينزل رغوة كده فتحسون مش بياخد كمية كبيرة في كل مرة. الصابون ده الديسبنسور بتاعته كانت بايزة. فقلت بقى افضيها بالمرة في الديسبنسور بتاعت ايكيا دي عشان هي اللي شغالة بصحة حلوة قوي رغم انها بلاستيك وس جميلة فعلا. قلت بقى انضف الحمام كده بالحاجات البسيطة اللي قدامي. عايز اقول لكم ان انا عاملة جدول لحاجات بسيطة جدا جدا هي اللي بتزم ميها. غير كده البيت كله بسيبه بظروفه. يعني اللي بلاقيه مش نظيف بنظفه. لكن في حاجات بس بعمل لها جدول كده زي البلاكونات والحمام. الحاجتين دول بعملهم كل خميس. الاول كنت بعملهم كل جمعة. عشان الولات كانوا اجازة وكده في نص السنة. آآ دلوقتي بقى بقيت عملهم اليوم الخميس وهم في المدرسة. فبيسهل علي كتير قوي حتى لو الحمام نظيف حتى لو انا مش شايفة ان هو عايز التعامل في حاجة. بس بصراحة من الحاجات اللي لازم تبقى ايدك فيها. زي يروح اوض المطبخ كده بالزبط. لازم تبقى ايدك فيه عشان مطرح كل حاجة بتحبي تخسلي وكده والحمام برضو نفس الكلام. ساعات بيبقى واقع من الولاد معجون ولازق في الحوط كده وينشف ويبات من من بالليل لحد الصبح. فتلاقوه عامل بقع مكانه بنفس اللون. فالحاجات دي لازم يبقى دينا فيها. طبعا مفروض نكون اقل يعني الوقت اللي ما بين كل تنظيف الحمام والتانية تكون اقل من اسبوع. بس انا يعني بقول لكم بصراحة اللي انا بعمله. آآ البلاكونات بقى لي كتير ما عملتهاش للأسف. عشان المساحة اللي عندي اللي هي دي بازت مني. مش بازت عشان هي سيئة للأسف يعني انا هعترف ان انا بصراحة ضغطت عليها جمد وانا بركبها ما كنتش قادرة اوطي عشان اركب الجزء بتاعها. فتعفيت عليها وانا واقفة. فكسرتها. فزعلت جدا بصراحة بس انا فعلا ما كنتش قادرة اوطي ساعتها وكنت بعمل البلاكوناة بالعافية. لان الدنيا كانت شاتية ومبهدلة الارض وكده. فكنت عايزة انجز مش قادرة فعلا ومش قادرة كمان اشيلها يعني حسندها فين وهي مش نظيفة من تحت. فالحمد لله يعني انا قلت ايه حسيبها كم يوم كده. هروح اشتري واحدة جديدة بازن الله. ولما لاقي واحدة كويسة هصورها لكم عشان بصراحة بتسأل عليها كتير جدا بتجيبه للمساحة دي منين. المنظمات اللي في اداية دي برضو بتاعة هي والديسبنسور بتاع الصابون. عشان لو تسألت عنهم برضو لان في ناس بتقول لي بيقول لنا الحاجات اللي انت بمسكاها عشان يعني بيتوه مني وفي قسط الكلام فبيبقوا عايزين يعرفوا انا بعمل ايه. انا باخسل الحاجات اللي هي البسيطة اللي كانت في اداية دي المنظمات وكده بالجوانتي اللي في اداية لانه في بازابيس كده صغيرة بحط في شوية صابون وبدعكم باداية لان الجوانتي زي ما قلتلكم في بازابيس كده بتنظف. غير كده طبعا الحمام كله بنضفه بالسلكة المخصوصة او المخصصة يعني للحمام وبسيبها طبعا في الحمام. آآ تنظيفات رمضان بقى بازن الله كده يعني عايز اقول لكم ان انا آآ المفروض في الوقت ده كنا مسلا بنعمل ايه بنشوف البطاطين اللي عايزة تتغسل وتنزل المخسلة او تغسلوها على اديك وعايزين نشوف البحفة عايزين نشوف السجاد يعني بنبدأ كده ننضف قبل رمضان عشان ما نتلخمش على تنظيفة العيد ونضيع رمضان كله في تنظيفة عيد غير الصيام بيبقى مخلي الواحد مجهد جدا جدا. فكان زماني دلوقت المفروض يعني بعمل الحاجات دي. بس عايز اقول لكم ان انا مش هتحك على نفسي ولا عليكم انا مش هعمل الحاجات دي مش كلها. هعمل اللي فعلا محتاجة عمل. يعني انا شايفة ان السنة دي رمضان الحمد لله جاي كده في وقت حلو شوية. زي اللي هو الربيع والحاجات دي فالجو كويس. لا سائع اوي ولا صيف اوي. فانا لحد الوقت مش قادرة استغنى عن البطاطين ولا عن اللحيفة. فحقسلهم ليه طالما احنا كده كده نستخدمهم. فان شاء الله كده هستنى الموسم بتاعهم يخلص ونبطل نستخدمه ونبدأ نغسله. سواء بقى كانت في رمضان في العيد قبل رمضان المهم يعني ان احنا مش هستعجل على غسلهم دلوقت. اما السجات بصراحة برضو انا هنطقي الحاجات اللي عايزة تتغسل فعلا. وحتكون يعني مش نضيفة قوي قوي وهي دي اللي انا ان شاء الله هنزلها للمخسرة. بس برضو مش دلوقت. لان برضو لسه تجاو ساعة صراحة يعني وفي في لسه عواصف ونوات وحاجات من دي. فشوفوا كده كل واحدة برضو عندها ايه وتبدأ ترتب نفسها من دلوقتي عشان ما تتلخموش فجأة لو واحدة عايزة تنظف واحدة عايزة تعمل تفريزات. يعني الحاجات اللي انتو عارفين. في ناس عايزة تنزل تشتري لبس العيد على فكرة من دلوقتي او من قبل رمضان مسلا باسبوع ولا حاجة. اه انا كنت بعمل كده برضو. عشان اه رمضان صعب النزول فيه جدا جدا. دي بتبقى زحمة قوي. فانا بصراحة مش عارفة السنة دي هعمل ايه? لان العيد بازن الله كده ربنا يا حينة جاي في جو اللي هو الربيع. الجو دافي كده. اللي هو برضو لا بتلبيس صيفي ولا بتلبيس شتوي. فالواحد بيبقى محتار كده واللبس في الجو ده بيبقى محدود قوي. انا كده خلصت الحاجات اللي قدامي زي ما انتم شفته كده. والباكسل اللي هو بتاع الحمامات ده حلو قوي او بتاع التويلات والحاجات بتاعت التلميع والاحواض. باستخدمه في تلميع الحنفيات والحوض نفسه يعني والحاجات دي. بس برش كده رشتين. وبقى امسك اي فوطة نظيفة او مناديل عشان المناديل تترمى على طول الفوطة بتبقى مطرح الحمام فمش هبعرف استخدمها في حاجة تانية. فجبت مناديل وموسحت كده وخلاص. بسيبها بقى شف على نفسها. وبفتح الشفاط بتاع الحمام وبسيبه وبقى وبطلع. طبعا بلم الارض ايه والحاجات اللي انتم عارفينها دي. آآ قلت بقى قبل ما اطلع عن الزباط الدنيا شوية انا بحب جدا جدا الصبح احط آآ الكريم بتاع نيتروجينا. اولا ما فيهوش ريحة خالص ومرطب وسريع جدا جدا في امتصاص البشرة. وكمان جبت معي ده بتاع آآ حلو جدا جدا بصراحة ورحته خفيفة كده آآ مش بتثبت بكمية كبيرة يعني ما يزهق كيش. فبحب بحط الصبح كده وخلاص. بالذات كمان آآ لو انا يعني طلع من حاجة تنظيف. الواحد بيحب كده يحس ان هو ريحته حلوة. الكريم ده زي ما قلتلكم بحط منه كده نقط كده صغيرة قوي هو قرار بيخلص على فكرة بس ممتاز ما شاء الله عليه. آآ خلصت انا كده الحمام الحمد لله واول وكمان بعد ما طلعت طبعا لقيت ان انا محتاجة اغاير هدومي لان الهدوم كانت تبلس. القوع والكمام والحاجات دي. بعد ما حطيت المهم بقى كنت اول حاجة بدأت بها للفطار قبل ما ادخل الحمام ان انا عملت بطاطس. البطاطس عشان تتقلع وتاخد وقتها. فآآ بعد كده اللي قلت لما اطلع بالحمام هتكون استاوت خلاص اقفل عليها ونبدأ بقى نعمل الفطار بتاعنا العادي. الجبنة اللي قدامي دي من آآ شركة المدينة او من البان المدينة اللي انا قلت لكم عنه بيبقى اسمه او المنتجات بتاعته يعني اسمها آآ الجبنة دي زي الجبنة اللي هي والحاجات اللي هي بتبقى مطبوخة. عايز اقول لكم ان دي مش من الدهون المهدرجة زي الحاجات اللي بتتباع التجارية اللي في السوق. بصراحة حاجاتهم حلوة جدا فان هي طبيعية ما فيهاش حاجة مهدرجة ولا زيوت ولا الحاجات دي خالص كلها معمولة من الالبان الطبيعية. فطعمها حلوة قوي اولا طعمها مش زي الدارك خالص في الاسواق زي ما قلت لكم. فتحسوا ان طعمها قشطة. يعني هي فعلا طعمها قشطة. طعمها حلوة قوي كده وخفيفة. وما تحسوش ان هي يعني تقيلة ولا مؤزية. عايزة بس اتكلم عن التعليق اللي جالي ده من بنوت اسمها شمس. عندها ربعتاشر سنة. عايزكم تدعو لها كتير كتير هي واختها ربنا يا رب يصبرهم. ويعوضهم خير يا رب العالمين عن فقدان والدتهم. آآ ادعو لهم كتير. يعني ده رجاء مني شخصي. لان البنوتة بجد جميلة وآآ يعني اثرت فيها جدا تعليقها. فاتمنى منكم فعلا ان انتم تدعو لها. وانا كمان والله ابدعي لها. وبدعي لك يا شمس انتي واختك. ربنا يقويكم يجعلكم من النكحين الصالحين زي ما كانت والدتكم اكيد بتتمنى. وربنا يعوضكم خير يا رب العالمين في الدنيا وفي الاخرة. المهم احنا كده خلصنا الفطار بتاعنا الحمد لله يعني. ونزلنا على طول الدكتور ما بيعودش اكتر من ساعتين في المبرة او في العيادة. وبعد كده بيقفل الحجوزات عشان يدو بياخد اللي تحجز قابلينا. فانا الحمد لله بحاول اروح بدري شوية عشان ما يقفلش علي الحجز ومعرفش ادخل. انا كده كده ببقى حجزة من قبلها بشهر ولا حاجة وانا طالعة من اخر زيارة بحجز للزيارة اللي جاية بازن الله. فالموضوع بيبقى سهل بالنزولي بروح على المعادة على طول واحيانا صراحة اه لو اليوم مش مناسبني اه باختار يوم تاني وبحجزه برضو بالتليفون. المهم الحمد لله روحنا للدكتور واتطمننا الحمد لله رب العالمين يعني. وكتب لي على الادوية بتاعتنا للحاجات اللي انتم عارفينها. في كل متابعة لازم الدكتور يكتب لك ياما يكملك الفيتامينات ياما يكتب لك على فيتامينات تانية لو انت دخلها على مرحلة جديدة يعني في الحمل. او في شهور تانية. المهم جبنا شوية حاجات واحنا راجعين جبت طماطم وفلفل حامي وجبت آآ شوية لحمة وفراخ. صراحة كده يعني اعذروني الشهر ده انا مش حامل تفريزات للشهر. هنعمل مع بعض بإذن الله تفريزات رمضان. تمام? عشان آآ يعني مش هكيد يعني التفريزات الشهر دي مش هتكفينا كتير. لان خلاص رمضان دخل علينا. فانا هعمل تفريزات رمضان شاملة. تفريزات الشهر مع تفريزات رمضان والعيد كمان عشان ما قفش كتير بصراحة. آآ في الايام اللي هي اللي جاية دي بإذن الله. فححاول كده اعملها لكم وجمعها لكم. ونشتغل مع بعض على طول. فالحاجات دي جيبتها كده مؤقتا تمشيني الاسبوعين اللي جايين دول. وبإذن الله نبقى نبدأ نعمل تفريزات رمضان بتاعت اللحوم. طلعت عدس عشان كنت عايزة عامل آآ آآ عدس بجبة. وحيش نجد دين جدا عايز اقول لكم يعني بصراحة آآ في اكل كده باشتهي زي الحاجات اللي بتبقى حرشة شوية. فيها شوية شطة فيها شوية فلفل فيها شوية خل صراحة يعني فانا حملت النهاردة عدس بجبة سيبته يتنقع شوية عشان نبدأ نشوف هنعمل ايه. طبعا غسلته ونقعته آآ في مية صخنة عشان ما ياخدش مني وقت. وكمان علاقة على غسيل كان عندي فالدنيا يعني كده كانت الحمد لله آآ مزبطة الدنيا على الآخر والبيت الحمد لله كان نضيف يعني لحد ما الحاجات اللي حوالي والحاجات دي. بس تعالوا بقى نشوف مع بعض دولات الفيتامينات اللي الدكتور كتبها لي عشان اوريها لكم ونجاوب على بعض الاسئلة. طبعا احنا جيبنا العلاج واحنا مروحين. آآ ده كارت المتابعة بتاعي بتاع المبارة. آآ باخده معي كل مرة وبحطه جنبي يعني في الصالة عشان النفق اي وقت وانا نازل ما انسهوش. وعشان ما يضعش مني وكده. آآ المهم يعني الادوية للدهاني كلها كانت آآ عبر عن فيتامينات. اول واحد معي اللي هو اسمه ده او انا لسه محافظتش القسامي على فكرة. آآ ده فيتامينات شاملة كده. آآ بصوا هو ده كاتبهوني بعد الفطار. رغم ان انا لما قريت التعليمات اللي من جوه دي مكتوب ان هو بيتاخد بعد العشاء. بس انا كده كده اللي الدكتور بيقوله لي. يعني مهم ده انا اخدت منه واحدة. عشان خلاص يعني احنا كنا تقريبا على صلاة الدهر كده دلوقت. فاخدت منه واحدة وعادي يعني انا بحب لانه بيتبلع كده وبحسش بتعمه. او الكابسولات او اللي هي آآ الاقراص اللي هي بتبقى جيل. المهم يعني دي تاني حاجة ده على فكرة ان كنت باخده برضو في الرضاعة وفي الحملة اللي فات والحاجات دي كلها برضو حاجات دي قديمة قوي يعني مش مش ادوية جديدة ولا حاجة. ده بيبقى عبارة عن زي الشوكولاتة هم بيسموه شوكولاتة كده بس هو طعمه كراميل. انا بصحة ما بحبهوش لان بحس كده بيقزي الاسنان. فبس يعني شغل برضو طعمه مش وحش. الاكياس دي بقى عايز اقول لكم ان انا ما كنتش محب زيها اوي هو بيكتبها. عشان انا ما بحبش الحاجات البودرة. بتموه يعني بسي جدا جدا لما بحطها في مية او عصير او لبن او الحاجات دي. بس يعني قلت يالله مش مهم هنجرب هو كاتب لي كسين منهم في العشا او بعد العشا يعني على نص كوباية لبن او نص كوباية عصير. اه طبعا جبت اي حاجة براستامول عشان البنادول ناقص في السوق. البنادول الازرق ناقص تماما ده اللي مسموح به في الحمل فانا جبت برامول. اه شغال برضو على فكرة مفيش منه اي اضرار مع الحمل. فده عشان صداع عشان اي حاجة طبعا بتكون مسكنة لقلالان بس يعني في اضياء كل حدود باخده. ده الدكتور كتابه لي بعد الغداء فهو كده كل واحد ليه معايد. واحد بعد الفطر واحد بعد الغداء واحد بعد العشا. وطبعا انا بوريها لكم بس من باب العلمي بالشيء لكن مش اي ادوية تناسب اي حمل. طبعا كل دكتور بيبقى عم تابع الحالة بتاعته وعارف كويس قوي ايه اللي يناسبها واي اللي يعني ايه اللي تاخده. الحاجة بلا انا كنت عايز اقولها لكم اذا انا سألته كمان على الساعة عشان انا حاجات كتير كنت عايز اسأله عليها. فقال لي دي كانت المفوت اتقلع اول تلات شهور الحمل. بس طبعا يعني انا خلاص يعني الوقت متأخر قوي فات خلاص. فقلت لا انا خلاص حقلعها. بس هو قال لي عموما يعني الانسان الطبيعي المفروض ما يعيش اسير للحاجات اللي فيها ايونات او زبزبات او الحاجات دي. قال لي فكل فترة حبيتي تقلعيها المفوت تقلعيها. حتى لو انت انسانة طبعية يعني بعيدا عن الحملة خالص. فانا بصراحة اه قلت فعلا يعني انا طالما مش بروح للجم دلوقتي ومش بتابع قوي الحالة الرياضية والصحية والحاجات دي بتاعة الرياضة. فقلت حقلعها. اه ابقى لبسها اثناء الخروج في قضيك الحدود يعني برضو لما يكون عايز انزل وتكون في ساعة في ايضاية نبهني ان الموبايل بيرن والحاجات دي. فعملت لها وقفلتها واسبتها قدامي عشان في اي وقت وانا نزل زي ما قلت لكم البسها. فحتلقوني الفترة الجاية كده شوية بقلعها وشوية بالبسها. المهم يعني ان انا فعلا مش عايزة اعيش تحت تأسيرها مدة كبيرة. بالزات في الحمل. فللي عندها آآ ساعة زي دي. او حامل في اول تلات شهور المفوت تقلعها فعلا. آآ لان المفروض ما يوصل لهاش اي اشعة او زبزبات او ايونات من اي حاجة وفي التلات شهور الاولانين بالزات. فالحمد لله على كل حال يعني عايز اقول لكم انا كنت محضرة شوية اسئلة للدكتور اسألها له. الحمد لله افتكرت جزء كبير منها. وكم سؤال كده وانا واقفة في البيت. اتضيقت ان انا نسيتهم. رأي ان انا ببقى محضرة الاسئلة كتير. وبقى بقى يلها لزوجي كمان وهو بيقعد ساعدني ساعات ويفكرني. وانا جوة بس آآ برضو نسيت. بس الحاجات المهمة الحمد لله افتكرتها يعني بالنسبة للاكل والشرب وما نسيتهاش. الدكتور قال لي يعني بصي كليها وكل حاجة بس طبعا ما تبقاش هي الوجبات بتاعتك الاساسية طول الفطار والعشاء والحاجات دي. قلت له لا هي مش للدرجة يعني هي بتبقى سندويتش صغير جنب الفطار. ما هياش يعني الفطار الكامل بتاعي هي جبنة. آآ بالنسبة للقهوة والشاي برضو سألته عشان انا كده كده مش بشرب شاي. والقهوة زي ما قلت لكم نفس مش قوي يعني. بس في الفترة الاخيرة الحمد لله ابتديت يعني احس ان انا عادي. بدأ ترجع لتواعتي شوية. وممكن اشرب قهوة باللبن كل كام يوم. فقال لي كده كده الحامل آآ ليها متين ملي يوميا من الكافيين. سواء قهوة او شاي او آآ نسكة فيه او آآ آآ الحاجات اللي فيها كافيين يعني. فقال لي ما تقطريش عن كده وطبعا يستحسن تكون فيها لبن لان اللبن بيقلل نسبة الكافيين شوية في المشروبات. فانا كده كده بشربها بلبن طبعا وبحاول لدخل اللبن في اي حاجة بشربها طول اليوم عشان انتم عارفين يعني الكالسيوم والحاجات دي. فاي تاني سألت عنه آآ نسيت اسأله عن السكر الضايت. تخيلوا بقى لان انا فعلا نسيت تماما موضوع السكر اللي نتلخمت في موضوع الساعة والضايقت. بس الحمد لله يعني. سألت كمان الدكتور على الجيم واتبسطت قوي ان انا بصراحة منسيتش حكاية الجيم دي. آآ قال لي ان مفروض لو انا انسان رياضية اصلا طول عمر يعني. اقل المجهودي والوقت اللي انا بشتغل فيه في الجيم للنص يعني خمسين في المية بالزبط. قال لي لكن انت لو يعني لسه بدأ الجيم من قبل الحمل باربع شهور زي ما انا قلت له او سانة حتى. قال لي انت جسمك لسه ما تصنفش ان هو رياضي ولسه ما اخدش على الرياضة قوي. فانت المفروض يعني تروحي تعملي حاجات بسيطة جدا واهمها اهمها المشي السريع شوية. حسيت ان انت ضربات قلبك زادت قوي آآ نفسك مش قادرة تغديل توقفي فورا. قال لي لكن في العموم يعني الاعتقاد الخطئ للحوامل ان هم اول ما يحملوا لازم يعودوا ويرتاحوا ويبطلوا مجهود ممنوع تمشي ممنوع تقوم. قال لي ده في قضيك الحدود وفي حالات حرجة معينة. اما في العام وطالما الموضوع طبيعي معاك شوية. تقداري تبزيلي المجهود المسموح بي ده حيسهل معاك كتير جدا في آآ يعني جسمك ان هو يشيل الحمل. وفي نفس الوقت كمان حيسهل معايا في الولادة لو انا بقول الطبيعي. فالكلام بصراحة بساطني قوي. قال لي عايزة تنزلي براحتك خالص انزلي بس في اخرك اخرك آآ تتلعي على التريد ميل نص ساعة بالكتير في اليوم. فان شاء الله بازن الله كده هحاول رغم ان انا يعني مش عارفة هينفع معايا ولا لأ اليوان دول. بس في ان شاء الله بازن الله هحاول فعلا. آآ قال لي بقى لو ضربات قلبك زادت زي ما قلتلكم الحاجات دي اوقف فورا. المهم الحمد لله يعني الموضوع قعد على خير واكتر الاسئلة اللي انا كنت عايزة عرفها افتكرتها. وزي ما انتم شايفين كده غسلت الفراخ اللي انا كنت جايبها منه بنيبس. والباقي رحوم. فغسلتها بملح ولمون فقط وسبتها من قوعة شوية وبعد كده رجعت شطفتها وصفيتها. هنعمل النهاردة مكرونة بالباشامل سريعة جدا. عشان يعني الوقت النهاردة معايا مش طويل قوي. خلاص الولاد كانت قربت تجي من المدرسة. فلحمة والحاجات اللي انا بجيبها دايما بجيبها من فلفل زي ما بقول لكم كده. فكنت جايبة نص كيلو لحمة مفروم. فقلت بدل ما عبيه هو كده كده محطوط في علبة. يعني ضغطتوا كده شوية عشان يبقى آآ رفيع ما يبقاش مكالكعة كده في الفريزر وحشيله زي ما هو. كيس الكبدة نص نص كيلو برضو حشيله زي ما هو. آآ ناس كتير آآ بتشكر في فلفل الحمد لله يعني. آآ وفيه كمان حبيبة قلبي كلمتني آآ فاطمة كلمتني آآ طلعت كارتي في العجمي وكمان متابعيني. وكمان عرفت رقم ايه. فانا مش حقول لكم جابت رقم ايه. بس هي يعني استخدمت زكاها. واتصلت علي وكانت خايفة يعاني ان انا يعني اكونت دايقة. بس انا والله اضبسطت جدا ان هي كلمتني انها استخدمت آآ زكاها كده فان هتجيب الرقم بتاعي. فطلعت يعني سكنة ناحية فلفل كده فانا اتبسطت اوي والله وكان نفسي فعلا اقابلها انه ولا بسطفة. وقابلت بنوتة مبارح حبيبيت قلبي برضو في سوبر ماركت انا ومروان فانا كنت مبسطة جدا جدا برضو. آآ المهم يعني انا عبيت الحاجات اللحمة اللي انا جبتها كلها. عايز اقول لكم الكبدة دي انا اكلتها مرة واحدة بس من ساعة الحمل او مرتين بالكتير. آآ وطبعا كانت ممنوعة اول تلات شهور هي والجزر. الكبدة والجزر. تمام? بس يعني الحمد لله اكلت منها وانا معرفش. المهم يعني انا شلت الفراخ كمان البني وشلت اللحوم زي ما انتم شايفين كده. وعايز اقول لكم ان انا الفترة اللي فاتت آآ المفروض كنت بايخد في تلات شهور الاولانيين والفولك اسد والاومي جسري. آآ عايز اقول لكم ان انا طبعا اخدتهم اخر شهر بس. يعني في الشهر التالت فقط اللي اخدت فيها الامي جسري. والفولك. الفولك ده مهم جدا جدا. فالحمد الله برضو ربنا يعطيها على خير كده ويسترها. فانا لحقتهم في اخر شهر اللي انا عرفت فيه في الحمل. فبازن الله كده لما ندخل شوية في الشهور المتقدمة ونعمل الفور دي. ابقى الطامن لان فعلا انا متضايقة جدا على الحاجات اللي انا قصرت فيها. وربنا كده يسترها معنا جميعا احنا انا وكل الحوامل وكل الامهات. وربنا يقوم كل ام حامل بالسلامة ويرزق كل مشتاء رب العالمين بالزرورية الصالحة. ويبارك في اولادكم جميعا جميعا ولنفسه في حاجة يا رب ربنا ينول هالو الجد. آآ نضفت حوالي كده وشلت الحاجة في الفريزر عشان آآ انجس كده. آآ وحابدأ اعمل اطبق البشامي اللي بقى انا كنت سلقت المكارونة. وبالنسبة للحشو بتاع المكارونة انا كنت عامل عصاج وشهلاف الفريزر. بس العصاج ده انا كنت حطاله صلصة الطماطم عشان آآ كنت عامل حسابي ان انا اعمل مكارونة لزانيا. واللزانيا بتتعامل بعصاج بالصلصة. فقلت مش مهم هطلعه استخدمه في المكارونة دي النهاردة. وما حبيتش اعمل لزانيا. مش عارفة ليه مش مش هجاية معي اليومين دول خالص رغم انها عندي واللحمة عمل لها من زمان ومجهزها لللزانيا اللي عندي. بس عشان الولاد ما لهمش فيها قوي. يدو بياخدوا منها خرطة. ولو فضت لتاني يوم بتدبس فيها الواحدة. اهي دي الملحمة. انا كنت شايلها في جز التفريز كده. سيبتها تفك شوية. وبطلع منها كده على الصواني على طول. بصراحة التفريزات دي منجزة جدا جدا بزياد لو انت كمان بقى في رمضان ولا بتشتغلي حاجة كده يعني حتى اللاعك آآ من المطبخ بسرعة. عندي عجزة في البرامات. ما عنديش برامين صهيرين شبه بعض ابدا. دورت عليهم لما دخت. مش عارفها راحوا فين. كان عندي واحد مربع زي الابيض ده مش لقيها خالص. خايفة يكون اتقسر من حد من الولاد وراموه من غير ما يقولوا لي. مش عارفة بصراحة. بس فعلا ما لقتوش نهائي. دول كانوا اتنين شبه بعض عندي. بس ما لقتش بقى حاجة خالص شبه بعضها. البرامات الفخار البني. آآ عندي منهم كتير بس مش احجام واحدة. فان شاء الله باذن الله كده نبقى نشتري فخارات مع بعض او برامات مع بعض فخار. او حتى بايركس آآ او بورسلين لرمضان باذن الله يعني حتى لو الصغيرين دول. انا عملت الماكارونا كبيرة دي عشان لو فضت معي تنفع بكرة. الصغيرين دول للولاد. لكن انا بصراحة هتغدى من العدس اللي انا هعمله النهاردة لان فعلا انا مشتقله جدا بس كده خلص الماكارونا خلصت معي انا فتح الفرن على فكرة عشان يسخن. بفتحه من تحت ومن فوق ومتعودش معي اكتر من تلت ساعة نوص سعب كتير قوي جوى الفرن. المهم بتاخد لون حلو. وتطلع كده آآ يعني متشمع من من الجهات كلها. حضرب بقى الطماطم بتاعة العدس في الخلاط. انا كل ده بعمل بسرعة جدا على فكرة. الولاد قرابت ترجع من المدرسة وكنت بحب جدا اسيب لهم الاكل. آآ يبقى جاهز. اول ما يدخلوا البيت كده بيعرفوا من الريحة عاملين غدا النهاردة. فما بحبش بصراحة اوقات نادرا يعني او قليلة. لما بيرجعوا يلقوني لسه بكمل في الاكل والحاجات دي. الطماطم حلوة على فكرة في الاسواق دلوقت. يعني كانت الاول لونها برتقاني كده. دلوقتي احمرت شوية وكمان بدأت ترخص حاجة بسيطة. آآ شفتها النهاردة فقلت اجيب منها وهي والفلفل الحميدة. رغم ان الفلفل برضو مش حلو في الحمل. او الشط عموما يعني بس آآ مش بحط كتير بصراحة. هنعمل هنا الدقة او الصلصة بتاعت العدس انا حطيت كم آآ فصل توم كده مفرومين بالفلفل وقطعت معاهم كم انفلفل حامي. بس الفلفل ده مش حمي قوي يعني لقيته كده مش قوي. فحطيت تلات قرون وقلت آآ حمرهم كده مع التوم شوية. واول ما بيغضلون بحط عليهم علاقة خل. وبعد كده بحط الصلصة اللي انا ضربتها في الخلاط. راحتهم بقى بتبقى تحفة. دي من اكتر الحاجات اللي نفسي رايح لها جدا اليومين دول. هعمل بقى هنا كوباية كاكاو سخن كده لان خلاص تقريبا الاكل بالنسبة لي خلاص. طبعا انا كنت سلقت العدس على النار بعد ما صفيته من مية النقعة. حطيت له مية جديدة وابتديت اسلقه. آآ هنا هعمل كاكاو سخن ليه انا وزوجي كده لان هو بصراحة ما ليت لح عليه من بقدر يعمله. بس انا قلت اخلص الغدف سريعا. فحطيت تلات معالق كبار من الكاكاو الخام. وتلات معالق كبار من السكر. ومعلقة كبيرة من النشا. وكمان هزود المية. آآ سوري اللبن. اللبن هحط تلات كبيات تقريبا. وهقلب على البارد. آآ كل ده مع بعضه برفعه على النار لحد ما يغلي. وتلقوا القوان بتاعه بقى تقيل حاجة بسيطة. بسيطة جدا جدا يعني. الكاكاو ده تحفة. يعني اللي ما جربهوش يجربو. وبزود في الاخر كمان كتعة شوكولاتة. بس انا بصراحة نهاردة مستعجلة كده فحطهم معاهم من اول الخطوات. كتعتين تلاتة يعني دول اختياري بس بيدوا طعم حلو كده وغني اكتر بالآ من طعم الشوكولاتة. هقلبهم ورفعهم بقى على النار لحد ما يسخنوا كويس معايا. وتلاقوا النشا كده قام بدوره. حبطيت كمان كام الكوكيزية بصوا القواني عامل ازاي تحفة. كل ما يبرد كل ما هتلقوا كمان بتاع وقته حاجة بسيطة بس طبعا بيتشرب مش بيتاكل يعني. كنا بقى هنا مستعدين خلاص هننزل نجيب الولاد. فكنا يعني بالنقي مين هنزل لجيبهم النهاردة. فقلت بقى وعد اشرب وفي الاخر انا ان لا نزلت على فكرة لان زوجي كان ورا شغل وهو اصلا كان بعد ما رجعنا من الدكتور وصلني ونزل راح مشوار تاني. فكان راجع يعني مش شايف قدامه. فكان بيطلب الكاكاو بسرعة عشان يدخل يريح. آآ فنزلت جيبت الولاد بقى. حطيت هنا العدس على النار وهقليه وبقى مع بعضهم خلاص كده الصلصة تسبكت معي حاجة وسيطة. وبس خلاص هتاخد الغلوة وهنطلع الماكارونا من الفرن. وكده يعني الحمد لله يا رب العالمين يومنا انتهى. يا رب تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا معي النهاردة. كنت خفيفة عليكم وكنت اشتئيلة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش من دعائكم الصالح. وتنسوش تعملوا لايك الفيديو ونسبسكرايب للقناة لو اول مرة يفوني. اشوفكم على خير بازن الله في فيديو جديد مع الف سلامة حبايب قلبي.